حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافعا أن أبن عمر بلغه أن رافعا يحدث في ذلك بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فتركها أبن عمر فكان لا يكريها فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع حثنا سفيان عن أبن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافعي بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنه قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر حان يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثني ربيعة وعن حنظلتا بن قيس عن رافعي بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع قال قلت بالذهب والفضة قال لا إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها فأما بالذهب والفضة فلا بأس به حثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد بن أخت النمري عن رافعي بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر الباغي حثنا يزيد حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى عن رافعي بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رافعي بن خديج عن جده رافعي بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى قال أعجل أو أر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكون ليس السن والظفور وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفور فمدى الحبشة قال وأصابنا نهب إبل وغنمين فندى منها بعير فرماها رجل بسهمين فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حريثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثم تحدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابانة الثمر بالتمري إلا أصحاب العراية فإنه قد أذن لهم حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافعي بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا قال فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفت ثم قال عدل عشرة من الغنم بجزور قال ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل بسهمين فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فإصنعوا به هكذا قال فقال رافع بن خديج إن لا نرجو وإنا لا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن أفنذبح بالقصب قال أعجل أعجل أو أر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكون ليس السن والظفور وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفور فمد الحبشة حثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي حصي عن مجاهد عن رافع بن خديج إن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة أو بالثلث والربوع حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج إن عن جده رافع بن خديج إن قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج إن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء حثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج إن قال سألت رفعا عن كراء الأرض قلت إن لي أرضا أكريها فقال رافع لا تكريها بشيء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها فقلت له أرأيت فإن تركته وأرضي فإن زرعها ثم بعث إلي من أطبني قال لا تأخذ منها شيئا ولا تبنا حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليمين قال سمعت عباية بن رفعتا بن رافعي بن خديج يحدث أن جده حينما تترك جرية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجرية فنهى عن كسبها قال شعبة مخافة أن تبغي وقال ما أصاب الحجام فاعرفه الناضحة وقال في الأرض أزرعها أو ذرها حثن أسود بن عامر والخزاعي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافعي بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قومين بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته قال الخزاعي ما أنفقه وليس له من الزرع شيء حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافعي بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث حثن يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكري بن محمدي بن عمري بن حزمين عن عبد الله بن عمري وعن رافعي بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مكة قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها حسنا سريج قال حدثنا فليح عن عتبة بن مسلمين عن نافعي بن جبير قال خطب مروان الناس فذكر مكة وحرمتها فنداه رافع بن خديج فقالا إن مكة إن تكون حرما فإن المدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندنا في أديمين خولني إن شئت أن نقرئكه فعلنا فنداه مروان أجل قد بلغنا ذلك حسنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضرى عن ابن الهادي عن أبي بكري بن محمد عن عبد الله بن عمري وبني عثمانة عن رافعي بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة حدنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عثمان بن محمد عن رافعي بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأى الحمرة قد ظهرت فكرها هفو لما مات رافع بن خديج جعلوا على صريره قطيفة حمراء فعجب الناس من ذلك حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسمين ثم تطبخ فنأكل لحم ناضجا قبل أن تغيب الشمس قال وكنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله حثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبرا في حاجة لهما فتفرق فقوتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا قال فجاء محيصة وحويصة بن مسعود وجاء عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فبدأ الذي أولى بلدم وكان هذين أسنوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر قال فتكلم في أمر صاحبهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحقوا صاحبكم صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نشهد فكيف نحلف قال فتبرئكم يا هود بخمسين أيمانا منهم فقالوا قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قبله قال فدخلت مربادا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل التي وداها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلها ركضة حدثنا خلف بن هشامين قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بوشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حثنا يونس قال حدثنا ليث عن ربيعتا بن أبي عبد الرحمن عن حنظلتا بن قيس عن رافع بن خديج أنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيئا من الزرع يستثنيه صاحب الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع كيف كراؤها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم حثنا أبو خالد الأحمر أخبرنا أبن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأجرها حثنا سفيان بن عويينة قال سمعت عمرا قال سمع أبن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركنه حثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبانة عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر حتى الضحاك بن مخلد عن عبد الواحد بن نافع الكلاعي من أهل البصرة قال ماررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة فإذا شيخ فلام المؤذن وقال أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة قال قلت من هذا الشيخ قالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج حثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فندع منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهمين فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأبلي أو قال النعم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا حدثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمني عن حنظلة الزرقي عن رافع بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من أتبني فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها قال رافع ولا بأس بكرائها بالدراغم والدناني يري حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمد بن لبيد عن رافع بن خديج الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته حثنا أسباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر حثنا يعقوب قال حدثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله عن الزهري قال سألت سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال أخبرني عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج أن عمه وكان قد شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع حثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتست وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك داعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليك الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل حثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه عشرة أجزاء ثم نطبخ فنأكل لحم ناضيجا قبل أن نصلي المغرب حثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عطبة حدثنا عطاء أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج قال لقيني عمي ظهير بن رافع فقال يا أبن أخي قد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بن رافع قال فقلت ما هو يا عم قال نهانا أن نكري محاقلنا يعني أرضا التي بصرار قال قلت أي عم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكروها قال الجداول ربي وبالأصواعي من الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها قال فبعنا أموالنا بصرار قال عبد الله وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج مرة يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقول عن عمه فقال كلها صحاح وأحبها إلي حديث أيوب